السلام عليكم إخواني واخاته حياكم الله معكم محمد العمصي وفي اللقاء الجديد من دورة نظام روح في هذا اللقاء إن شاء الله حنتناول محاضرة خم تمنطعش عملية الفردانية أو التفرد الاندفجواشن بروسوس باللغة الإنجليزية هذه مقولة الكارل يونغ الوعي واللاوعي لا يكونان كلا يعني لا يكونان شيء واحد عندما يقمع أحدهما الآخر أو يؤذي أحدهما الآخر إذا كان لابد من الخلاف فليكن على الأقل في معركة عادلة بدلا تكون فيها الحقوق متساوية لكل الجانبين هنا تأكيد على أهمية الوعي واللاوعي كنا نتكلم عن الاركي تايبس كنا نتكلم عن الذات ككل جامع لكل هذه الاركي تايبس فالآن هنتكلم عن عملية التكامل هذه عملية إن الجزء اللاوعي عندك تبدأ تسلط عليه الوعي في إنه يصبح جزء من الإيغو يعني الإيغو تبدأ إنها تدرك بأنها ليست شيء واحد ليست هي كل الوعي الموجود ليست هي كل النفس البشرية هي جزء بسيط من هذا النفس هي محاطة بالظل من كل اتجاه ويموجود فقط على سطح النفس أو الكل النفسي وهناك الكثير من الاركي تايبس الأخرى اللي موجودة وتتفاعل معها إذن تحدثنا سابقا عن الظل العالم اللاوعي وكيف يمكننا تعرف المظاهر في سلوكنا وفقا لعلم النفس اليونغي الإدراك النهائي للذات كيف يكون الذات هو مركز وتكلمنا عنها في المحاضرة السابقة كيف يكون إدراك الذات هو دمج اللاوعي في الوعي لأنه الذات هي الكل الكامل عملية التفرد هي عملية معقدة حنحاول تبسط المعلومات اللي موجودة في هذا الموضوع وعشان نفهم الحين عملية التفرد لازم نعيد بس مراجعة العناصر الخاصة بالنفس البشرية السايكي حنعيد الحديث عنهم بشكل موجز طيب وفقا ليونغ في صميم شخصيتنا شيء يسمى الذات السلف أركي تايب كنا تكلمنا عنه في المحاضرة السابقة هي مجموعة الوعي واللاوعي هي كل المركبات المشكلة تكمل فإنه الغالبية العظمى من السلف أركي تايب تكمل في اللاوعي يعني إحنا غير واعيين فيها فالسلف أركي تايب ليس الإيغو ليس ما تدرك إنه ما أنا عليه يعني أنا فلان الفلاني وكذا وهذه معلومات عنك الجزء الوعي منك هذا اللي هو الإيغو ليس هو السلف ليس هو الجزء الأعمق من نفسك في هذا الجزء فالإيغو الوحمن اللي بيصير عند أغلب الناس ومم بعتقدوا إنه الإيغو هو الذات بأكملها تمام؟ هناك وعي شخصي يتكون جميع المعلومات الخاصة بعقل الشخص وهو ليس في متناول اليد يعني ليس لا تصل إليه في الوعي بشكل مباشر نحن تكلمنا عن الأركي تايب كمثال على هذا الشيء تكلمنا عن شادو أركي تايب هذا مثل كون داخل يعني أنت دائماً انظر إلى تركيب نفسي البشري السايكي يعني انظر إليه على إنه كون كامل يعني انظر إنه مثلاً عندك الإيغو مثلاً هي كوكب الأرض وينحيط به ظلام من كل اتجاه اللي هو الشادو أركي تايب في مركبات عميقة إلى علاقة بالجنس الشخص اللي هي الأنما والأنماس لو فاكرين فهذه الأشياء يعني كلها وفيه طبعاً اللي هو مركز الكون هذا كله اللي هو السيلف أركي تايب وإنه كل ما يوجد في الكون هذا كله تابع لهذا النفس فأنت تعتبر قشرة من وجودك الحقيقي تمام؟ وتكلمنا أنه هذا اللاوعي اللي يكون يعني مليء بالذكرات المكبوطة أو المنسية النفس البيئة يضم أيضاً اللاوعي الجمعي اللي هو الكوليكتف أنكونشيس سواء يعني حتى الأنما والأنماس ذكرنا أنه هي ذكريات كل النساء في التعامل مع الرجال وذكريات كل الرجال في التعامل مع النساء وتكلمنا عن اللاوعي الجمعي اللي هو الرموز المشتركة في كل الحضارات وكيف أن الأركيتيب ستنعكس في الحضارات في الثقافة والأفلام والفن والأشياء هذا حدف الدين فهذا كله دليل على اللاوعي الجمعي المشتركة بين كل البشر فأنت وعاء لكل هذا كله ولديك اتصال بهذا العالم هذا بأكمله تمام؟ الأنماط الأولية احنا تكلمنا عن الأنماط الأولية أو الأركيتيبس هي تكلمنا الأركيتيبس الرئيسية صح؟ الشادو والظل والأنما والأنما فهذه كلها تسمى أنماط أولية تمام؟ يعني مثل قوالب تنطبع لها النفس لكن فيه كثير منها الأركيتيبس ليس واحد أو اثنين فيه أنواع كثيرة من الأركيتيبس على سبيل المثال غير الأركيتيبس اللي تكلمنا عنهم اللي هم الأكبر فيه أركيتيبس اللي هو البطل والمنافق والرجل العجوز الحكيم والأشياء هذه يعني هذه الأركيتيبس موجودة عندنا هتجدها في كل الحضارات هتجد مثلا القصة تدور حول البطل وهذا البطل فيه صراع وحتجد أن هذا الصراع ما بين الانكسار ثم الوقوف مجددا ثم التحدي ثم هزيمة الوحش ثم أنقذ الأميرة هذا كله أركيتيب هتجد في كل الحضارات في كل الثقفات ويجد الصورة تتكرر بشكل يعني مثل قالب فعليا هو قالب النفس البشرية تضم تجاربها في الحياة على اختلاف العصور تأخذ هذه التجارب وتقولبها بهذا القالب فهذا هو الأركيتيب فهو رموز عالمية احنا قلنا أفضل طريقة أنك أنت تشوف الأركيتيب أنك تلاحظ الأنماط والرموز اللي موجودة في كل الحضارات من الشعوب البدائية اللي موجودة في الجزء المنعزلة في المحيطات إلى قمة الحضارة والمدنية اللي موجودة عندنا اليوم حتى في أكبر المدن في العالم زال البشر بعتقدوا ببعض الخرفات وبعض الرموز تتكرر في أحلامهم حتى مع ابتعادهم وانفصالهم عن الطبيعة وعن المجتمعات البدائية فهو شيء وراثي عندنا البشر أو لدينا على الأقل حسب نظرة يونغ وعليه أن هنا أبين شغلة أن يونغ غامض في موضوع الكوليكتيب أن كونشيس يعني لا يبين الطبيعة الأنتولوجية لهذا اللاوعي الجمعي تمام؟ والأركيتيب فهو لا يبين لنا هل هي حقيقة موجودة يعني هل هو عالم موجود فعلا هذا الأركيتيب الكوليكتيب أن كونشيس الذي يضم هذه الأركيتيب وهذه الأشياء هل هو عالم حقيقي أنتولوجي موجود أم أنه مجرد أشياء وراثية نورثها مثل الجينات هذا غير غامض أو كتابات كارل يونغ لذا حاولت تقرأ له ستجد أنه لديه غموض كبير في تناول مثل هذا الموضوع طيب هنا المزيد عن الحديث إحنا تكلمنا عن الكوليكتيب أن كونشيس مثل وذا كان العناصر أربع رئيسية اللي هي تكلمنا عن البروسونا أعتقد الأنمو الأنمس والشاتو والسلف أركيتيب فإحنا تناولنا أهم اللي هو الماجر يونغينيان أركيتيب تكلمنا عنهم فما رح أقيد الكلام لكن في ملف البيدي أف موجود إذا أنت حابب الإيغو تكلمنا عنه قلنا القصة نرويها لأنفسنا عن أنفسنا أنه أنا فلان الفلاني هذا هي الإيغو هي جزء الواعي منك والمتصل بالمعلومات القريبة منه بتكون صورة عن نفسك أن أنا فلان الفلاني أن أنا ديانتي كده عايشة بلد كده بس تحكي عن نفسك لكن هل هي تمثل كل المحتوى النفسي اللي داخلك هل هي تمثل كل ذكرياتك وأفكارك وكل الأركيتيب واللاوعي الجمعي اللي داخلك طبعا لا هذه خرافة يعني هذا وهم الإيغو وهم تعتبر فالبروستوانات نتكلمنا عنها قناع اجتماعي نستخدموه في مواجهة البشر العالم الخارجي نحميها حتى يعني يعني نحمي أنفسنا من أو نحمي من الآخرين من العالم الخارجي تمام مثل مسرحية مسرحية اجتماعية أغلب الناس بيلعبها لأجل المصلحة يعني أنا مصلحتي أني أكون مثلا أني أبين قدام الناس أني أنا مثلا بصفات معينة بشوف الأعراف والأخلاق الموجودة في المجتمع في هذا العصر وأتلبسها مثل ثوب أو قناع ألبسه أمام الناس حتى لو أنا مش مقتنع فيها بعض الناس مقتنعين فيها لا بأس لكن هذا في النهاية مجرد قناع هو استخدمه فقط وتآلف مع هذا القناع لدرجة النسي نفسه يعني اتكلمنا عن هذا الاشي قلنا أن الطبيب بيمثل دائما دور الشخص المطلع والعالم والفاهل في مجاله اللي يجب أن تصرف بطريقة معينة إذا شفت طبيب مثلا يرقص أو أنه يعني بيأخذ راحته مثلا بتشعر أنه فيه مشكلة يعني هذا لا يناسب وقار المهنة ولا يناسب أو إذا وجدت مثلا شيخ دين يرقص ويلعب ويستمتع بوقته حتشوف أن هذا شيء خطأ فمن بيستخدمه هالة معينة أو بيستخدمه قناع حتى نحمل أنفسنا من إيش يعني من الآخرين لأن الآخرين يقولبونا يصنعون لنا قوالب معينة بيضعوا لنا معايير يجب علينا أن نتبعها في توقعات من المجتمع حولنا نريد أن يعني فيتحول إيش البرسونة القناع لا يعكس طبيعتنا الحقيقية لا يعكس ما نحن نريد وأن نفعله في وقت معين في أشياء تريد أنك تفعلها لكن تكبتها يعني تلبس هذا القناع حتى يستطيع تستطيع أنك تعمل ضمن المجتمع وتصير تصرفاتك منطقية وقابلة لتنبؤ داخل المجتمع الظل أين تكلمنا عنه أنه هو ذكريات المخيفة أو ذكريات التي لا نرغب بها ونقمعها بشكل مثل ظل لنا الجانب مننا أسود يعني يضم كل الأشياء التي ننفيها عن الإيغو تجتمع مع بعض في داخل الله وعنا وتكون شخصية موازية إنها هي ليست شخصية واحدة الحقيقة لأنها ممكن تكون إذا أنت اختبرت الظل خلال تجارب الاقتراب عفواً تجارب الخروج من جسد أو الترانس أو حتى في الميديتيشن ما بيظهر على شكل شخص مشابه لك ممكن على شكل وحش ممكن على شكل ظل له صور معدد إحنا ذكرنا الأركيطاعي بتظهر خلال تجارب الروحانية أوكي يمكن تفسير ممكن يظهر على شكل شيطان في الغالب بيظهر على شكل عفري شيء يعني أنت تجسد تجسد فيه الخوف وتجسد فيه الرغبة في كل ما تنفي عن نفسك فالميول المكبوطة هذه كلها الشريرة الخاصة وينعكس الظل أنا بديكم الآن هذه محاضرة جامعة ومراجعة لكل الأشياء التي تكلمنا عنها تقريبا الظل ينعكس أيضا في الحضارة كل الحضارات عندها مفهوم الشر المطلق هذا الشيطان أو العفريت أو الشخصيات كل قصة فيها دائما شخصية شريرة فتجد أنه كل قصة نرويها كبشر أنت بتعتقد أن هذه كلها بناءات فكرية إبداعية يعني البشر فجأة أبدعوا وأنتجوا قصص كذا من الفراغ هذا غير صحيح هما أنتجوا كل القصص في العالم وكل الروايات وكل الأفلام وكل حتى كل القصص الثقافية والدينية كلها ماشي بنفس نفس القوالب لكن بتتغير القوالب يعني في هذا في ليلة والذئب الشادو أركي تايب هو الذئب في مثلا هذه السنافر أو اللي هي بياض الثلج والأقزام السبعة العجوزة الشريرة هذه هي الظل يعني هي أدوار ويتم لعبها يعني بطريقة مختلفة في كل قصة وحضارة تقتل أمور صارت واضحة جدا صح؟ نفس الشيء بالقصة الروحانية أيضا في مسيرتك الروحانية دائما سيطلع لك تظل وحيطلع لك جانبك الذكوري والأنثوي حيجيب لك حتى الـ واتكلمنا عن هذا في المحاضر السابق تمام؟ وفقا والأنيمو والأنيمس أيضا تكلمنا عنهم بالتفصيل فما رح أعيدهم الآن لكن تذكر أن هي الجانب والأنثوي في الرجل والجانب الذكوري في المرأة أنيمو وأنيموس وهي هذه أشياء بتاكس جوانب حينا كبتها في نفسنا التفرد إذن ما يعني التفرج لما أتكلم أنا الحين أنت فاهم أنت عندك عناصر مختلفة سلف أركي تايبس قديمة موجودة قوالب موجودة في داخلك تجمع محتواك النفس اللي أنت تجمعه من خلال الإيقو وتقولبه في نفسك على أنها كيانات منفصلة نوعا ما لديها استقلال خاص خلال النفسية داخلك هي تؤثر عليك دون علمك لكن أنت ممكن تشوفها أو تختبرها خلال الأحلام خلال تجارب الروحانية ممكن تصادف تتجسد لك هذه الأركي تايبس على شكل رموز أو شخصيات وتتحدث معها فالآن كيف هدول كيف يعني هذا الكلام كيف يفيدني يفيدك في عملية التفرد أو الانديفيجواشن التفرد أنه أنت تدمج العناصر هذه أو توافق بينها هي ليس دمج هو توافق بين العناصر اللاوعية بقدر الإمكان يعني إذا عندك أنت مشكلة تكلمنا عن إشي هذا في الأنما أو الأنما ممكن الرجل عنده مشكلة في الأنما أو المرأة عنده مشكلة في الأنما الذات سلف أركي تايب ممكن أنت منفصل عنها بشكل كامل عندك فقر روحاني مثلا الشدو أركي تايب عندك سميق جدا مليء بأشياء التي تحاول أنك تتجنب رؤيتها بيظهر لك في منامك بسبب لك مشاكل بأثر عليك بشكل لاواعي فإنه إذا أبقيت الإيغو منفصل عن هذا وكأنها شيء منفصل عن محتوىك النفسي وليس لها علاقة وتعيش بمستوى سطح من وجودك بالتأكيد هذا سيسبب معناه ومشاكل نفسية كثيرة وفي الغالب لن تكون مدرك لها يعني هذا أركي تايب ستصير تؤثر على عالمك الداخلي وتطفو هذه التأثيرات على السطح في مستوى الإيغو وتتصرف الإيغو بدون معرفتك وكثير تجد نفسك تناقض نفسك أو أحيانا تفعل أشياء دون أن تعلم يعني هذه مور علي كثير ناس تقول أنا ما عرف ليش أنا تصرف بهذه الطريقة ما عرف ليش أنا قمت بهذا الخطأ ما عرف لي فهذا إيش سبب هذا الشيء إنه المكونات النفسية الداخلية هذه والأشياء هذه كلها والأركي تايب الداخلات بتأثر على عالمك الخارج الداخل عفوا وتطفو هذه التأثيرات على السطح في الإيغو وتؤثر عليك بدون علمك تكسبك أحيانا شعور من الضيق بدون سبب يدفعك لأشياء وتنتج رغبات وأشياء تناقض ما أنت في الإيغو وترغب به فالتعملية التكامل هذه ما بين الإيغو والأجزاء الداخلية هذا ما نسميه عملية الفردنية من المهم أن أنا أذكر أنه عملية التفرد أو الفردنية هي عملية تستمر طول حياة الإنسان يعني هي ليست شيء تعمل جلسة مثلا جلسة أو شيء وتعملها مثلا في لحظة أو تعملها مثلا في ساعة هي ليست هكذا هي شيء عميق جدا وأحيانا بيأخذ يعني عمر كامل لما الناس وفي ناس بتتعب في مراحل مختلفة يعني في ناس يعني بتغلبوا على خوفهم مثلا من الحياة أو أشياء يعني بتدمجوا الشدو في مراحلة معينة في ناس بتطور أكثر بتدمجوا مثلا الأنما والأنيموس في ناس بتدمج أكثر اللي هم الرحاميين اللي بوصل على درجات التنوير هنا التنوير الحقيقي اللي هو نكتدمج مع وهيك بيصير كل محتوىك النفسي متكامل هذا هدف التنوير بيحصل هذا التنوير إذا المهتام تعرف إيش معنى التنوير حسب علم النفس اليونجي هذا هو التنوير هو التوافق واتصال مع الكل مع كل أمخك اللي موجود يعني مركز النفس أو تتواصل مع تمام وهذا مجسد أيضا في الحضارات ومجسد أيضا لكن إذا فهمنا أي شيء هذا لكن إذا فهمنا أي شيء من اللاوعي فإننا نعلم أنه لا يمكن ابتلاعه يعني هو ليس شيء تسيطر عليه ومن الخطر قمع لأنك يعني لازم تكون فهم أنه اللاوعي لاواعي يعني هدى نقطة ناس ما بيعرفوها بفكروا أنه اللاوعي أنا حسيطر عرفت وعرفت معلومات عن سلف والأشياء هدي هتحكم في العالم الداخلي تبعي بكل هذا وهم لا الايغو لا تستطيع أن تسيطر على ولا تستطيع أن تسيطر على علامة داخل لكن تستطيع أنها تتوقف عن المقاومة وتنفتح على هذا الأشي يعني أنت تستطيع أنك تنفتح على مخاوفك وأفكارك وأشياء تكبتها تستطيع أنك تنفتح على الجزء الأنثوي منك إذا كنت رجل أو الذكوري إذا كنت أنثى تستطيع أنك تنفتح على يعني أنك تقتنع بأنك أنت كل محتواك النفسي لست كل وجودك انت مجرد قشرة صغيرة او جزيرة من وجودك الحقيقي يعني تقبل وتقبل الغموض الموجود فيها وتقبل الامكانيات الخاصة يعني تقبل انه الدات تذوب وهذا بحصل مثل مذاكات في تجارة برفع الكندوليني وتنوير تمام اه فجعل اللاواعي واعيا لا يكون ابدا اه لا يمكن ابدا اه ان جعل اللاواعي واعيا لا يمكن ابدا ان يتم بالتكامل اوكي لانه بمساطة يعني ما في المركبات النفسية ما حتصير واعيا لكن انه الا انه في مركبات لا يمكن لنفس ايش الدخول اليها اوكي اه فعملية التفرد بتبدأ انك انت تدمج الظل من ناحية العملية اوكي بعدين تبدأ في الانيما والانيماس بعدين تبدأ في السلفي يعني هو عملية طويلة جدا ولا تحصل فيه ادوات اللا هنتكلم عنها في المحاضر القادمة لو تخيل الفعال التفرد هو مهمة صعبة للغاية ينتبه دائما على تضارب في الواجبات والذي يتطلب حل حله منه ان نفهم ان ارادتنا المضادة هي ايضا جانب من جوانب ارادة الله تمام يعني يوم دائما بتكلم عن اشياء العميقة في وجود الانسان ولو حكم معاميقة وكتابات صعبة احيانا في الفهم لكن الجانب المظلم له الجانب المظلم في حياتنا او في النفس الداخلية انه له ايش اه له نفس القيمة لجانبنا المضيء ما نحبه ونفسه ما نكره ونفس القيمة يعني البعد الاخر هو مواجهة المواجهة مع الجزء المعاكس لجنسنا مع نفسنا يعني بعد ما ندمج الظل نحنا نواجه مخاوفنا نواجه الاشياء اللي كبتها على نفسنا. انواجه الاشياء اللي يعني تسبب الاشياء اللي انت اول ما تفكر فيها تكبتها هذا في الظل. هذا هيك انت يعني ما اتكلم عن اندماج الظل انا اتكلم عن تقبل الظل. مش انك تدخل الى الظل. وتجعله ايش? يعني يفهمك. في تجربة انا ذكرتها اه لا عارف ذكرتها لكم في تجارب الخروج من الجسد انه الكائنات المظلمة هذه اللي مثل الاشباح الكيانات المظلمة بعد انك تقبلها وتتوقف عن الخوف فيها فانها تختفي من التجارب صح? في البداية تظهر اول ما تدخل في اللاوعي وهذا لهذا انا اقول لك انه فيه علاقة بين التركيب النفسي اليونجي وبين تجارب مثل تجارب الخروج من الجسد. يعني اول طبقة كل الذين تجربون تجارب الخروج من الجسد او يبدأوا يدخلوا يعني يدخلوا في الاحلام يصادفهم اشياء مخيفة تصادفهم اشياء لماذا يعني ليش هذه الاشياء كل الناس تجربوا يدخلوا في اللاوعي او يتعمق في تجارب روحنية تصادفهم هذه الاشياء لان هذا الظل واحنا نتكامل مع الظل اذا قبلته راح يختفي واذا لم تقبل به وقبلته راح يزيد اه رعبا كل مرة لانه يضاف اليهم خاص جديد البعض الاخر من التكامل او المرحلة الاسترب القادمة هي مواجهة الجزء المعاكس للجنس هنا الانيمو والانيموس في كثير من حالات الرجال لا يعني ما بدمج جوانبه والانثانية شو يعني الدمج الجوانب الانثوية في الرجال وهذا ذكرناه بالتفصيل في الانيمو والانيموس لكن باختصار انه الرجل يسعى لتطوير في مراحل ذكرناها للانيمو صح؟ في مراحل ذكرناها للانيموس يسعى الى تطوير علاقته مع الجزء الانثوي فيه ايضا من خلال هنشوف تخيل الفعال كيف ممكن نقوم في الاشي هذا لكن انت تعرف انه يجب ايضا المرأة انه تقبل الجزء الذكوري منها والرجل يقبل الجزء الانثوي منها هذا يتجسد على شكل انه الرجل يقبل مشاعره والاحاسيس اللي في داخله ما يحاول يكبتها ويقمعها نفس ايش بالنسبة للمرأة انها تقبل الجزء المنطقي والعقلاني منها ما تحاول انها تقمعه كمام؟ عندما يتعلق الامر بالتفرد لا يوجد مقياس واحد يناسب الجميع ما في هذا هذا التفرد اه خاص بكل انسان لكن انت تلاحظه يعني انت لما تشوف الانسان اللي عنده درجة عالية من الفردانية لش اسمه تفرد لانه في النهاية تحقق نفسك يعني انت تصبح انسان ليسه يعني متقولب على قولب المجتمع او المكان او الثقافة او الدين او ايش تصبح انسان فريد من نوعك لانه انت تصبح متصل بجوانبك العميقة لهي جذورك الحقيقية انت الحين مش في جذورك الحقيقية ولا تمثل كيانك الحقيقي اي تمثل الايغو فقط صورة اه والبرسونا اللي هي صورة من المجتمع الموجود حولك انا فقط لما اعرف المنطقة الجغرافية اللي انت ولدت فيها واعرف اه ما هو دينك واعرف ما اثقافه خلاص التسعة وتسعين في المية من محتواك اللي انت بتعتقد انه محتواك النفسي بحاعرف وحاعرف عنك كل شيء تقريبا اشيئة بسيطة يعني لكن الفردانية الحقيقية لما تصبح فرد قادر على التفكير بنفسه فرد متكامل مع نفسه بشكل كامل تصبح فرد يعني ما في نسخة منك في كل العالم هذه هي قيمة الفردانية غير الاستقرار النفسي والعميق والفهم العميق لنفسك والناس المتفوقين او البشر المتفوقين في العادة بيكون عندهم درجة تكامل عالية جدا وهي عملية تأخذ ثانوات طويلة ما بتحصل في يوم وليلة يعني ما حتجي الطفل عنده اه مثلا اه اه او التكامل نفسي ليش ما حتجدوا هذا لانه لسه الانماء والانميس ما اتطورت عنده الشادو لسه ما اتطور هو لسه في بداية حياته صح؟ هذي بمكن توصل لمرحلة الانديفجوائش المفترض ان توصل لمرحلة نوع من التكامل في السن الاربعين ممكن قبل هيك يعني ممكن الناس يوصل لمرحلة التكامل بشكل كبير او يحققوا اعلى درجات التكامل في السن الثلاثينات ممكن ما في في ناس متفوقين مثل هيه لكن الناس بتجنبوا الحياة او بتجنبوا المشاكل او بتجنبوا الظل والمكوناتهم الداخلية ما رح يوصل لهذا النوع من التفردك. طبعا هذا كل شيء بالنسبة لمحاضرة اليوم فالانديفجوائشن باختصار مثل ما ذكرت لكم هي عملية تكامل بين الايغو مكونات الداخلية النفسية اه وهي عملية تدريجية لا تحصل فجأة ولا تحصل بسرعة ممكن احيانا تحصل في عملية اه مثل ما ذكرت لكم تجربة لكم الدنيا عندما ذكرتها هي تعتبر عملية اكمالة عملية التفرد يعني او او ايصالك في التفرد لمرحل اعلى صح ممكن انا ذكرت لكم تجربتي في الكندليني لما صدفت اولا الظل بعدين الانما بعد اه بعد ذلك السلف وحتى كان فيه شجرة كنت فيه حديقة في نهاية التجربة وذكرت لكم هذا في تجربة رفع الكندليني فهذا تجربة رفع الكندليني هي عملية التفرد وكل ما تشوف يعني تجارب الروحنية اللي عندك وانصحكم تقرأوا ملف البيدي اف في معلومات اضافية عن هذا الموضوع ممكن تتزودوا فيها وراح يعطيكم معلومات اكثر عن موبا الانديفيجواشن لكن انزل انت حابب ممكن من طريقة التنمية الروحنية او من خلال تنمية نفسية من خلال مثلا اشياء زي الاحلام او تخيل الفعال وهذا حنتناول ان شاء الله في المحاضر القادم حتى ذلك الحين بشكركم على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته